بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى بدء سيد والد الكريم رحمه الله تعالى في طلب العلم لما شب سيد الوالد الكريم وجهه جد السيد الحاج محمد والده الكريم إلى طلب العلم الشرعي حبا في العلم وتحقيقا لرغبة والد الكريم في طلب العلم وحبا في العلامة الكبير والعارف الشهير الشيخ أحمد الترمانين رحمه الله تعالى وحبا في العلماء العاملين الصالحين عامة فأقبل والد الكريم على طلب العلم إقبالا صادقا وتوجه إلى ذلك توجها كليا بدافع المحبة والصدق في النية والإخلاص لله تعالى مع ملازمة العمل الصالح وتقوى الله تعالى في السر والعلانية فانتسب إلى المدارس الشرعية وقتئذ والتزم المجاورة فيها والنوم فيها وذلك لأن طلب العلم كان وقتئذ قائما على نظام المجاورة في المدارس الشرعية والحمد لله رب العالمين